اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حالة التعافي 1131 حال التعافي اعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم شرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران باتجاه المملكة العربية السعودية اوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بان قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيات الحوثية الارهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية احرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم شرعية تقدمات استراتيجية في المحور الشرقي لمحافظة صعدة وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة في جبهة باقم ادت الى تأمين المواقع التي سبق انحررتها الاسبوع الماضي بالقرب من مثلث باقم واضح المصدر ان قوات الجيش نجحت في تطهير ما تبقى من جيوب الميليشيات الحوثية في مزارع المعيض والمناطق المحيطة بها واضح المصدر ان العملية اسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيات الحوثية بينهم قناصة اضافة الى استعادة قوات الجيش اسلحة خفيفة ومتوسطة وكمية كبيرة من الدخائر المتنوعة كبدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم شرعية الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران في جبهة جانيا الشمالي محافظة البيضاء خسائر فادحة فاد مصدر عسكري ان قوات الجيش والمقاومة استدرجوا مجاميع من الميليشيات الحوثية الى كمير محكم في جبهة جانيا واطبقوا عليه الحصار من جميع الاتجاهات قبل ان يشتبكوا معها ويقعوا جميع العناصر بين قتيل وجريح وأسير واضاف المصدر ان مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استادفت آليات وتعزيزات كانت في طريقها لفك الحصار من عناصر الميليشيات وأسفر القصف والغارات عن سقوط قتل وجرح في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير العديد من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة اخرى في قطاع الفاخر بقعطبة شمال غرب الضالع مصادر عسكرية فادت ان القوات المشتركة تمكنت من احباط عملية تسلل نحو مواقعها غرب قطاع الفاخر ما اسفر عن تكبيد الميليشيات الحوثية خسيرة فادحة في العتاد العسكري والارواح ختاما شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله